من جهة ثانية حذر الأردن من التصعيد الخطير في جنوب لبنان ومن تداعيات إشعال حرب جديدة ضد هذا البلد في ضوء التطورات الخطيرة التي شملت سقوط صاروخ على بلدة مجد الشمس السورية المحتلة وأكدت الخارجية الأردنية أن التصعيد في الجنوب اللبناني قد يدفع نحو توسع الحرب إلى حرب إقليمية شاملة مشددة على أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته